نعم ميسون الرياح قوية صباح اليوم ونحن في منطقة سميسمة وهي منطقة تبعد 50 كم عن الدوحة العاصمة القطرية ولكن جئنا إلى هنا كما تشاهدين العالم المكسيكي خلفي لماذا؟ لأن المكسيك سوف تلتقي السعودية الأربعاء المقبل والمنتخب المكسيكي طلب تناول وجبة غداء سعودية جريش كبسة وعيش هذا ما طلب المنتخب المكسيكي تناول غداء اليوم ولذلك جئنا لنرصد إذا أمكن أن نشاهد وصول هذه الوجبات إلى الفريق المكسيكي الذي يريد أن يتعرف على ثقافة السعودية من خلال الوجبات التي تتناول في السعودية وإذا شفنا هون مقابل المنتجع الذي يسكن فيه الفريق المكسيكي نشاهد لوحات نشاهد حضارة الماية التي تعرض على هذه اللوحة أمامي والعالم المكسيكي والمناطق المكسيكية كهذه اللوحة التي نشاهد وكذلك نشاهد الحضارة القطرية كيف يمكن يعني كيف أمكن في هذه المنطقة الجمع بين الحضارتين في المونديال وإذا أخذنا الكاميرا إلى هذه الجهة سوف نشاهد الحافلات هنا تقيم أو يقيم المنتجب المكسيكي في هذا المنتجع البحري في منطقة سميسما وكذلك سوف نحاول رصد إذا أمكن وصول الوجبات السعودية إلى هذا الفريق الذي سيتناول طبعا وجبة الغداء لطهر اليوم هنا في قطر وإذا شاهدنا في عمق الصورة نشاهد هناك الستاد البيت البيت الشعر الذي يقع طبعا مع الهواء القوي والرياح والرمال من الصعب يمكن مشاهد ذلك على الشاشة ولكن هذا البيت الشعر أو استاد أو ملعب بيت الشعر الذي لا يبعد عن منطقة سميسما هنا في قطر وهذه الأجواء لدينا وسوف نرصد نحاول إذا أمكن إذا تم إدخال هذه الوجبات من هذه البوابة الرئيسية سوف نرصد ذلك بكل تأكيد